تواصل وزارة الداخلية جهودها في تطبيق حظر التجول الجزئي لليوم التاسع من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة فجرا حيث أعلنت عن أربع عشر مخالفة لقرار حظر التجول في اليوم الثامن للقرار في مختلف المحافظات وشددت وزارة الداخلية على أنه لن يتم التهون مع أي شخص لا يلتزم بالقرار الصادر بشأن قرار حظر التجول الجزئي المفروض اشتركوا في القناة